أما على مستوى السلح فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 2.44% يسجل سعر العقود الفورية لخام بريند 86 دولار و53 سنة للبرميلة الواحد وجاء تراجع أسعار النفط اليوم مع هدوء مخاطر تصاعد التوترات الأمنية والجو سياسية في الشرق الأوسط وتقلص احتمالات اضطراب إمدادات النفط العالمية أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعملات اليوم ليهبت سعر المعدن الأصفر بنسبة 97% عند 2356 دولار للأوقية وعمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعملات الاثنين مع هدوء مخاوف المستثمرين تجاه الصراع في الشرق الأوسط بعدما أعلنت إيران عدم نيتها الرد على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها وعلى صعيد العملات الرقمية فقد ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 96% لتغلق قرب مستوى 66 ألف دولار وصعدت البيتكوين خلال تعملات اليوم في ظل تقلبات السوق مع ترقب حدث تنصيف العملة وتقييم المستثمرين أفاق السياسة النقدية والتوترات على الصعيد الجو سياسية جو سياسية